بالتأكيد في حرص كبير جدا من الشباب على المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية لأنه الشباب بقى عنده وعي كامل بقيمة الصوت الانتخابي لأنه منتهى البساطة المشاركة بتعتبر مسؤولية وواجب وطني والتزام دستوري لما بتشارك في الانتخابات فأنت بتساهم في رسم مستقبل بلدك وبتختار المرشح اللي هيقود البلد لفترة رئاسية جديدة عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة والاهتمام بالبرامج الخاصة بالمرشحين بنرحب فيه فقرتنا النهاردة بدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور يا فنجم يا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في البداية عايزين نوضح للسادة المشاهدين أهمية مشاركة الشباب في هذا الحدث طبعا هو لازم يعني كل الناس عارفة أن مصر دولة شابة تعداد الشباب تحت سن 30 سنة في مصر نسبة كبيرة جدا ممكن تقترب من 60% من التعداد السكاني والهرم السكاني في مصر ده على فكرة ده أحد مصادر قوة للدولة المصرية الدولة الشابة دائما هي دولة منتجة في المقام الأول أنا يعني في التقاضي أو في التصور الشخصي أن الانتخابات القادمة تعتبر أكثر انتخابات حازت على اهتمام هذه الشريحة يمكن ساعد ده تعدد المرشحين اللي موجودين على الساحة وكمان كل مرشح فيهم ابتدى يقدم ملامح من برامجه الانتخابي الشباب دايما متعطش دايما للبحث عن هويته أو عن ذاته وبالتالي هو بيبحث دايما في وسط كل البرامج المرشحين أو في وسط البرامج الانتخابية عما يحقق له أهدافه اللي هو الشايفة بمعزل عن كون الهدف ده مثلا هو هدف حقيقي ولا هدف ممكن لصوره له شبابه أو مرقته أو حاجة زي كده ولكن ده ما يمنعش أن ده بيخليه دايما عنده زخم وعنده رغبة أنه يتعرف أو يتطلع وكمان مش بس يتطلع وأنه يكون فاعل في الحياة الموجودة وخاصة الحياة السياسية إحنا عانينا في من عشر سنين من يعني نقدر نقول فترة سيئة من عمر هذا الوطن خلال العام يعني بعد من عشر سنين وابتدت الموضوع يعود مرة أخرى نرى حاليا من أكتر من سنة تقريبا أو سنة ونص إن بقى فيه حوار وطن بقى فيه مشاركة سياسية فاعلة من أطياف كتيرة جدا حتى اللي كان منهم عنده تحفظ على المشاركة مع النظام وعنده اعتراضات دلوقتي لقى بقى موجوده بيشارك وبشارك بشكل فعال وأنا شايف إن ده بيصب فيه صالح العمليات السياسية بشكل عام وبيصب فيه صالح المناخ السياسي في مصر بشكل عام طبعا إحنا عندنا الشباب إن كان أنا بشتغل أستاذ جامعي في الأساس ومتواصل مع الشباب وكمان بشتغل يعني أنا رائد الاتحاد الطلبة في الكلية اللي أنا بشتغل فيها وقريب من الشباب من فترة طويلة جدا اللي أنا شايفه في فترة الأخيرة إن الشباب اللي موجود لا مهتم المرة دي بيتفرج على البرامج الانتخابية بيتفرج على كل مرشح ممكن يقدم إيه يعني بمعزل عن رأينا إحنا في برامج المرشحين هم نفسهم مهم بالنسبة لهم جدا اللي هم يتعرفوا على كل البرامج اللي موجودة وأنا شايف أن دي حاجة صحية جدا طيب انت راقب من نفس النقطة دكتور فكرة يعني الدولة المصرية الحقيقة مؤخرة مهتمة جدا ببناء الإنسان والاستثمار في المواطن المصري خاصة الشباب لأنهم دول كنز مصري الحقيقة للفترة اللي جاي فبالتالي عايزة أعرف من حضرتك يعني فكرة اهتمام الشباب بالسباق الانتخابي والاهتمام بالبرامج الانتخابية والاهتمام أيضا بخلفيات المرشحين في السباق الرئاسي لأي مدى حضرتك شايف أنه ده بينعاكس أو بيساهم في إثراء الحياة السياسية والوعي السياسي لدى الشباب المصري تحديدا طيب خلينا نخدم الموضوع أو نسأل السؤال بالعكس من وراء الأدام هي ماذا قدمت برامج المرشحين حتى هذه اللحظة وماذا حاز اهتمام الشباب بينهم يعني أنا أرى طبعا يعني وبدون تحيز والله أن البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأكثر اكتمالا أو البرنامج الوحيد المكتمل أو اللي له أرضية أو خلفية على الأرض تجعلنا نثق أن ما يقوله سوف ينفذ إحنا شفنا عندنا يعني دينا ليه رصيد في الشارع وفي قلوب المصريين وفي نفسنا كلنا بما فعل وبما سيقدم إن شاء الله في الفترات القادمة يعني البرنامج أنا شايفه أكثر اكتمالا البرامج التانية للمرشحين برضو فيها بعض الملامح اللي هي دايما أي برنامج لأي مرشح بيبحث عن السلبية ويبحث لها عن حل بمعزل عن كون الحل ده قابل للتطبيقة أم لأ بس هو بيطرحه على الشباب والشباب دلوقتي بأصبح واعي وابتدأ يستوعب إيه اللي ممكن يطرح يعني يمكن تنفيذه بالفعل أو أنه بيطرح لمجرد الطرح يعني أو نوع من أنواع المزيدة يعني تعرف الشباب على كل هذه الأناط بيثري جدا فكره وبيخلي الشاب عنده استعداد بعد كده أنه هو لما يفكر يعني يبحث من خلال إطار مؤسسي أو من خلال إطار الدولة مش منطقي جدا أن أنا أبحث عن فكرة خارج السندوق وأقول لأ أنا لما هبقى في المكان الفلاني أنا هعمل كذا وكذا وكذا طبعا أنت هتعمله إزاي يعني أنا أذكر كلمة شهيرة لسيد الرئيس منذ سنوات يعني محدش تكلم في حاجة غير ما يكون دارسها كويس الولد دلوقتي الشاب الصغير بقى مستوعب الكلام وبقى بيتعامل مع الأمر أنه لا أنا مش هقوله بس طبعا مش هننكر أن فيه شباب ممكن تنجرف وراء بعض الكلمات الرنانة اللي ملهاش أرضية ولكن في النهاية الولد بيعد وبيسمع وبيتعقل الكلام وبيكتشف أن لا فيه أرضية وهنا يجي دور الشباب اللي فاهم أو اللي تمت توعيته أو ما تمكينه سياسيا في توعية أقرانهم من الشباب والله هي دي النقطة لأنا كنت رسا هتكلم فيها يعني إحنا الدولة المصرية زي ما هتمت ببناء الإنسان الكلام ده مش النهاردة ولا مبارح صحيح وده احنا من بداية خالص يعني لا يمكن إنكار دور يعني أو دور شباب أو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب المصريين للقيادة لأنه أحد أهم الإنجازات التي تمت في العشر سنوات الماضية هذا البرنامج كان ابتدى في الأول بخمسمائة شاب ودلوقتي تحول المشروع كله لأكاديمية الوطنية للتدريب ثم تخرج هذه الأكاديمية حاليا سنويا مئات الشباب اللي تلقوا تدريب واعي وفاهم حول مفهوم الوطنية المصرية بشكل أساسي حول مفهوم المؤسسية المصرية والدولة المصرية وكيفية التعامل وإدارة الملفات في كل بقى الملفات احنا بنشوف ناس مدربين في مجال الصحة بنشوف ناس مدربين في مجال التعليم بنشوف ناس مدربين في مجال الاقتصاد في مجال الخارجية في كل المجالات بيتم تدريبهم بشكل واضح وهذا البرنامج إن لم نفعل يعني إن لم نذكره ونثمنه ونشكر صاحب الفكرة ومنفذها والحريص عليها والحريص على إخراج هذا الجيش من الشباب الوطني الوعي يبقى إحنا مقصرين في حقه كثيرا يعني طيب يعني على جانب آخر كمان فكرة إنه وجود الشباب بشكل كبير في الشرع المصري واهتمامه إنه يبقى على علم وعلى دراية بما يحدث في الشرع المصري وأيضا المرشحين في السباق الرئاسي وحتى يمكن فكرة الأحزاب اللي مينتموا لها المرشحين يا فندم إحنا للأسف على مدار سنين كتير جدا كانت الأحزاب غيبة عن الشرع المصري ما كانش حد عارف أبعاد أو اتجاهات الأحزاب كانت عاملة إزاي فكرة دلوقتي إنه المرشحين الرئاسيين هم يكونوا موجودين في الشرع ويعرفوا الشباب بحتى هذه الأحزاب وطيئات هذه الأحزاب دي نقطة مهمة جدا لأنه الحياة الحزبية كانت غيبة بشكل كبير في مصر ده مظبوط يا فندم طبعا الأحزاب ابتدت تظهر من خلال المرشحين الرئاسيين الموجودين دلوقتي وأنا أعتقد أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد حراق سياسي من خلال مشاركة الشباب في الأحزاب بنسبة أكبر لأن كل حزب ابتدى يظهر في الشارع الأحزاب ما كانش ليها تواجد حقيقي في الشارع المصري دلوقتي لا بعد انتهاء إن شاء الله العملية الانتخابية دي تحديدا هيبقى في مشاركة واسعة من الشباب في الأحزاب بشكل كامل وبرضو في نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها الفترة الأخيرة تحديدا وما حدث في غزة والأحداث السياسية المتلاحقة حوالينا أظهرت شيء مهم جدا أظهرت أن الشاب المصري الولد اللي احنا كنا بنتهمه بالطيش أو بنتهمه بعدم الوعي أو بعدم النضوج لا دي أولاد نضجة جدا دي أولاد فهمة جدا دي أولاد مستوعبة جدا استوعبت حجم التحدي الأمام الدولة المصرية استفت بشكل واضح وصريح خلف القيادة السياسية المصرية بشكل يمكن غير مسبوق يمكن أنا لازم أثمن برضو ما تم من إجراءات في الدولة المصرية والنظام المصري تجاه الأمر بغزة لأنه ببساطة يمكن المرة الأولى منذ فترة طويلة جدا يتفق الإرادة الشعبية مع القرار السياسي بهذه الدرجة من التطابق يعني إحنا كنا دلوقتي إحنا اللي بيتقال على منصات الرسمية من المسؤولين المصريين هو لسان كل مصري أنا لا أعتقد أن من بداية الأزمة أنا أستطيع أن أتبرأ أو أغجل أو أختلف أو مع أي رأي لأي مسؤول مصري بدءا من سيادة الرئيس طبعا نزولا إلى كل المسؤولين المصريين لأنه ببساطة هو ما يعبر فعلا عن الرأي الشعبي المصري الشباب عرف الكلام ده استوعبه كويس قوي عرف حجم التحدي والخطر اللي ممكن طول الدولة المصرية واصطف بشكل مثالي أعتقد ده كمان عشان حتى الشفافية الحقيقة يمكن فكرة خروج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرحه للموقف وشرحه أسباب الموقف المصري وليه مصر بترى هذا الموقف وبتدعم هذا الموقف كان ليه دور كبير جدا ومنع المزايدات بشكل كبير جدا بالضبط من أول يوم هو سيادة الرئيس طبعا من البداية احنا متعودين على الصراحة صحيح يمكن اللي كنا مش يعني مش معتادة من مسؤول بحجم رئيس جمهورية يعني ولكنه في هذه المرة كانت الصراحة من أول يوم يعني الراجل لم يتوانى أنه يقول كل شيء على الملأ في كل المؤتمرات الصحفية أنا أذكر اللقاءات في بداية الأزمة كمان كان سيادة الرئيس مسؤولين أنها تزع على الهواء مباشرة أمام الناس يعني عشان ما يبقاش في حاجة مستخبية أو يطول الدولة المصرية أحد الاتهامات البطلة يمكن برضو تاني هذا الموقف تحديدا عمل نوع من الثقة الشديدة من الشباب جموع الشباب المصري التنقيادة السياسية ويعني قربهم جدا من نظام الدولة وقربهم جدا من الكيان الوطني المصري ودي حاجة أنا شخصيا فرحم بيها جدا ما بتلاقي الشاب دلوقتي بيتكلم على أن كان المفروض نعمل ونسوي لا إحنا عملنا إحنا عملنا وبيردوا يمكن لو حضرت فتحت السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي كلها هتلاقي خاصة بقى المنصات اللي بيبقى فيها مثلا خلينا في منصة يعني مش عايزة أقول أسامي يعني إكس مثلا لأنها فيها تويتس بتيجي باللغات المختلفة الشباب المصري بيرد عملنا وبيردوا بلغات مختلفة وأنا شفت ده بعيني وببقى في منتهى السعادة بصراحة وأنا بتفرج على حوار بين شاب مصري وحد مش مصري بيرد عليه بهذه الطريقة إزاي تم توعيد الشباب سياسيا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ونعكستها كمان على الأمن والاستقرار وزي ما حضرتك كنت بتقول حتى لا يتم استقطاب بعض من هؤلاء الشباب وما لأدماغتهم بقى بأفكارها ده بص حضرتك هو ما يتم الآن على الأرض من الأحزاب والكينات السياسية أمر محمود جدا طبعا كل الأحزاب حاليا بتعمل مؤتمرات تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين بتجوب الجامعات المصرية حاليا اللي عمل مؤتمرات التوعية بالمشاركة السياسية لنا بعض الزملاء في المجلس من أعضاء من تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين وعايز أقول لحضرتك أن الشاب لم يعد يحتاج إلى هذا النوع من التوجيه المباشر هو أصبح يعني تماما أنه أن رأيه مسموع أنه موجود على الخريطة أنه من ضمن اهتمامات الدولة المصرية ودي حاجة مش قليلة على فكرة ولم تكن يعني يشعر بها الشاب في الماضي لا الشاب المصري حاليا عارف أن الدولة المصرية معتمدة عليه وبتدور عليه وبتبحث عنه وأعتقد أن مشاركته الفترة القادمة هتكون أكتر وبيكتافة أكبر بكتير وأنا يعني متوقع الحمد للنسبة مشاركة عالية المراضي يعني بسبب يعني الحالة العامة اللي موجودة في البلد صحيح ممكن زي محضرتك قلت كمان فكرة أنه الشباب دلوقتي يمكن هذه الأزمة الأخيرة وما يحدث في قطاع غزة خلى الشباب على دراية أكتر وبوعي أكتر بالضغوط اللي بتمارس على مصر والوضع الحالي أسبابه وإيه وتدعياته إيه فبقى عنده وعي أكبر وبشكل كبير جدا طيب خليه يعني أروح معهدك تحديدا مثلا للمينيا يعني بما أني عايزة أسأل على المشهد على أرض الواقع وحضرتك طبعا على اتصال بالشارع هناك وبالشباب هناك بشكل كبير جدا لأي مدى الشباب بالفعل حابب أنه يشارك لأي مدى الشباب بالفعل حابب أنه حتى يدرس ويشوف ويفند الوضع والمشهد السياسي إن كان في مصر أو المشهد السياسي حتى الإقليمي اللي بيدور حوله مصر وقادر على المشاركة وعايز بالفعل أنه يشارك ووعيه كمان يعني أنا حابب بقوله حضرتك بس حاجة بسيطة إحنا حاليا المحاضرات العلمية حاليا نصها بيبقى أسئلة سياسية في المقام الأول الولاد عايزة تسأل عايزة تفهم عايزة تعرف وده ما كانش موجود في السنوات الأخيرة خلينا نتكلم بصراحة يعني أقدر أقول أن من خمس ست سبع سنين كان لنا كانش موجود نهائي الولاد كان نصهم عندهم حالة إحباط ونص التاني خايف يسأل لا للوقت الشباب بيسأل وبيسأل بوعي هنعمل إيه طب حضرتك عندك معلومة الدولة ممكن تعمل إيه طب حضرتك شايف إيه اللي ممكن يتم الأسئلة دي بتاخد حيز حاليا من الوقت التعليمي نفسه من وسط الشباب أنا يمكن عشان برضو شغلي مع التحدي الطلابية والكلام ده كله بقعد مع الشباب خارج أوقات الدراسة الرسمية هناك أنا بدرس ما زلت في طب المينيا طبعا ولما بقعد معاهم بكتشف وعي شديد جدا بكتشف إن الولاد فاهمين بقى خلاص إيه اللي بيحصل وعندهم يعني استيعاب واضح أنا أذكر إن إحنا في بداية الأحداث مع غزة خرجت مظاهرات في جامعة المينيا حاشدة مثلا وتم استقبالها مثلا من أجهزة الأمن بكل هدوء وبكل استيعاب وبصدر راحب شديد تاني يوم اتكلمنا مع الشباب إن خلاص إحنا قابلنا برأينا ما فيش داعي كل يوم يبقى فيه مظاهرة الولاد استوعبوا تماما ما كانش فيه خروج على النص تماما خلاص إنتوا لأن إحنا هم لقوا إن هم خدوا مننا اللي هم عايزينه هم لما حبوا يعبروا عن رأيهم تركت لهم المساحة بس طبعا الدنيا مش تبقى فوضى تاني يوم ما ينفعش بقى كل يوم عندنا جامعة وعندنا دراسة وعندنا كذا فكان فيه استيعاب شديد جدا يعني يمكن برضو برامج المرشحين أنا سئلت عليها يعني أنا سئلت على برنامج أكتر من مرشح رئاسي بخلاف السيد الرئيس السيد الرئيس هو البرنامج الوحيد اللي حتى هذه اللحظة نقدر نقول إنه هو برنامج واضح وزي منطر حضباتك متكامل وله أرضية على الأرض بقيت المرشحين سئلت على بعض البرامج للمرشحين مما جعلني أنا شخصيا أبحث عنها يعني أنا الولد سألني فلان فلاني كلم إيه في المجال الصحة مثلا أنا ما كنتش أعرف أن المرشح الفلاني له أي أراء في برنامج الصحة فرجعت قرأت عما طرحة من برنامجه الانتخابي في هذا الشأن ورجعت رضيت على الولد يعني أولادنا بقاهم بيعلمونا بيقولوا لنا إحنا إحنا خلونا إحنا لندر ده كويس ده كويس هم يدوروا ويعرفوا هم آه هو الولد كان بيدور ما لقاش فخلاني يدور له وأنا جبت له فعلا البرنامج الراجل عايز كذا والراجل عايز كذا وسألني طب وحضرتك إيه رأيك الكلام ده قبل التطبيق ولا لا وعلى فكرة دي بقى أهم نقطة أنا حاب بقولها لحضرتك الولاد دلوقتي ما بيسمعوش الكلام وخلاص بص الله فانجم المزايدة دائما أقوى من أي طرح يعني كلمة لا صوتها أعلى وأشيك وأكتر شعبوية من كلمة نعم وبالتالي أي معارض في الدنيا له أرضية وشعبية في الشارع بالكده بالتعريف لأنه مجرد أنه يقول لا مش أي لا أصبحت تاكل مع الولاد يعني من الآخر كده يعني طب انت الوقتي بتقول إن إحنا عندنا أزمة اقتصادية إحلولك فلما الرجل بيقول حلول الولد بيدور عليها هل هي قابلة للتطبيق ولا لا لو غير قابلة للتطبيق يبقى أنت رجل أنا آسف دا جيت بحكي علي أنت بتقول كلام أنت نفسك مش درسه أو ما عندك شيء آلية للتطبيق ودي أجمل حاجة أنا لاحستها في الفترة الأخيرة الولاد بتدور هل ما يتم أو ما يعرض من برامج المرشحين قابل للتطبيق أم غير قابل للتطبيق عارف حضرتك أنا لما استدافين خلال الفترة الأخيرة في الأحداث بتاعت غزة كان في بعض التصريحات بتخرج من بعض دول فيها شعارات رنانة بدعم القضية الفلسطينية كان بعض الشباب بينساق وراء هذه التصريحات لكن دلوقتي ما فيش حد بيتكلم عنها وكله بيتكلم عن ما فعلته مصر على أرض الواقع على أرض الواقع وما تم الهدنة دي بجهود ووسطها مصرية واضحة العالم كله بيتحدث عنها المساعدات اللي دخلت بالكميات سيادة رئيس الوزراء معالي رئيس الوزراء كان موجود في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويعني ما ذكروا من دخول المساعدات أو حجم المساعدات اللي دخلت من مصر في مقابل كل المساعدات اللي دخلت من جميع الدول الوضع يعني صحيح ويعني استكمالاً كمان لنقطة اللي بتحدث فيها شازلي يمكن الشباب كمان بقى لما حتى بيشوف أي فيديوهات أو أي مقاطع أو أي أخبار مفبركة أو أخبار موجودة بقى دايماً بيبحث وراء المصدر بقى بيشوف هل ده صحيح طب إيه التفاصيل طب إيه اللي حصل وبينما نلاقي الشباب نفسه بيرد وبيفند وده لو هنبني عليه فهنبني أنه الحقيقة أحد أهم إنجازات سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي فكرة تبني مبدأ الشفافية والوضوح والمصدقية وشرح الموقف بكل أبعاده وبكل تفاصيله الموقف المختلفة الحقيقة كانت اقتصادية سياسية وما إلى ذلك وعلى جانب آخر أيضاً الاهتمام بوعي الشباب وكان برضو من ضمن المخاوف اللي كنا دايماً بنتكلم عنها وفكرة خفنا من ضياع الهوية المصرية أو خفنا من أنه ما يبقاش فيه انتماء بشكل كافي للدولة المصرية هذه الأزمة وضحت أنه لقى الهوية موجودة وأنه بالعكس يمكن وجود الشباب عندهم لغات مختلفة ومتعددة بالعكس ده عزز ودعم فكرة وصول السردية السليمة لما يحدث في قطاع غزة والسردية والحكاية الصحيحة عن الدول العربية وخاصة القضايا الفلسطينية اللي حصل ده مهم جداً ويجب البناء عليه واستثماره بشكل كبير جداً شايف ده ممكن يحصل إزاي إن كان من خلال مشاركة الشباب في المشهد الانتخابي أو بشكل عام عامة في المشهد السياسي المصر اللي أنا شايفه لغاية دلوقتي بيتم أمر جيد جداً الشباب زي ما حضرتك تفضلت قلتي فيه وعي فيه يعني خطة رئاسية للاهتمام بالشباب من زمان جداً فيه نظرة موضوعية للتعامل معهم خلال السنوات الماضية وخذي بقى حضرتك برضو فيه نقطة الوعي الجمعي عادة بياخد وقت يعني دورة حياته طويلة شوي فيعني إحنا كنا بس مستعجلين كنا زعلانين في 2015 و2016 إن فيه كذا والولاد بعاده والشباب مش قريب من القيادة السياسية احتاج الأمر إلى ثماني سنوات اللي نقدر نقول دلوقتي أن الوعي الجمعي تم تكوينه بشكل واضح لأن دورة دورة حياته طويلة شوية لحد ما تكون هذا الوعي رأيناه فيه الشباب البلوجرز أو المؤثرين على معبر رفح وهم بيتحدثوا للعالم كله من وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتهم بلغاتهم مختلفة عما يحدث على الأرض رأيناه على مواقع التواصل الاجتماعي عموماً في الأراء والاستمرارية مهمة جداً البناء عليها هي دي النقطة احنا أعتقد أن الفترة ما بعد الانتخابات هنحتاج لبرنامج واضح لإشراك الشباب في العملية السياسية سواء من خلال الأحزاب وتفعيل دور الاتحادات الطلابية سواء في المدارس أو الجامعات بشكل أكتر فاعلية يعني اتحاد طلاب الجامعة كل جامعة اتحاد طلاب الكليات أعتقد أن مشاركتهم في داخل الجامعة في أنشطة ليها علاقة بالوعي الوطني والحياة السياسية وخارج الجامعة كمان أصبح حاجة ضرورية ومهمة اليام القادمة فأعتقد أن احنا محتاجين خطة من النوع ده عظيم جداً إزاي نقدر وإحنا بنتكلم مع الشباب نفاهمهم طبيعة العملية السياسية طبيعة المرحلة اللي بتمر بها مصر وأهميتها كمان بحيث أن الشباب يكون عنده وعي الشباب عشان يشاركة دكتور محمد بكل تأكيد لازم اللي موجود في برامج المرشحين يلبي احتياجاته يعني يكون هو محتاج حاجة معينة موجودة في البرنامج سواء للمشاركة أو الاختيار مرشح بعينه يعني عن بقى المرشحين المشاركة دي بتحتاج إلى وعي إزاي حدك شايف وعي الشباب بشكل عام بالبرامج الانتخابية وماذا يحتاج الشباب من رئيس مصر القادم؟ برضو خلينا نجاوب الجزء تاني لأن ده أعتقد أنه أكثر أهمية ودي أهم حاجة دلوقتي ماذا يحتاج الشباب من رئيس مصر القادم؟ لست مخولاً للحديث بالسانهم ولكن من خلال قواتك المباشرة عارف هم يعني يقدروا بيفكروا إزاي؟ الشباب عادةً بتبحث عن الهوية أو بتبحث عن النجاح هم يعني خد بالحضرتك أنت لو قلت الولد شاب أديك فلوس أكتر ولا أحقق لك حلمك حتى لو الفلوس أقل هيبحث عن حلمه الولد مش معندوش النهم للفلوس قدم عنده نهم لتحقيق حلمه لتحقيق ذاته البحث عن الذات هو أصل كل العملية التعامل مع الشباب البرامج المرشحين اللي موجودة دلوقتي يعني في منها بعض الحاجات اللي قائم على مشاكل موجودة أصلي الولاد نفسها أولاً نفسها يبقى ليها دور خلينا نتكلم بصراحة أي شاب في الدنيا هو عايز يبقى له دور أنا عايز أبقى موجود وبالتالي الحزب أو الكيان السياسي أو حتى الدولة المصرية الذي سوف يفتح ذراعيه للشباب بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيحظى بنصيب الأسد في الفترة القادمة يعني الولاد عندها رغبة شديدة في المشاركة بس محتاجة الفرصة إزاي نعمل كده بعدين؟ أعتقد أن الدور هنا ده دور الأحزاب لازم الأحزاب السياسية تفعل لجان الشباب بتاعتها لازم تفعل وتفعلها بشكل واضح لازم تعمل أنشطة سياسية مش أنشطة اجتماعية أنشطة سياسية في المقام الأول عشان كل شاب عايز يقول رأيه يعني خب بالحضرتك برضو الحزب دوره مهم جدا في احتواء الآراء المتطرفة يعني أي حزب في الدنيا المفروض أن كل أعضاءه يقوله كل اللي هم عايزينه داخل جدران ويتم احتواءهم ومنقشتهم هنا دور الحزب بحيث أن في النهاية يطلع الحزب برأي موحد عاقل دارس يعني مستوعب كل ما هيحدث يقدمه بقى للرأي العام أو للشارع المصري هنا دور الأحزاب مهم جدا وأنا شايف أنه هو يعني ده دور أساسي في الفترة القادمة إن شاء الله كل تأكيد نشكر حضرك طبعا جزيلا شكرا الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ نشكرك يا فنم على كل هذه الإضاءات شكرا لك شكرا لك